السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوات في كل مكان في كل زمان ما زلنا في عام 1996 في أول زيارة للعراق لتنفيذ مشروع الأضاحي هناك ذهاب البلجيكا لكي أستخرج التأشيرة حصل لي شيء أنا قلت عليه ظريف ومؤلم وغبي في نفس الوقت استقبلني الدكتور جمال زهري وهو كان مدير مكتب الإغاثة الإسلامية ومازال يعني في بلجيكا وهو أصلا مهنته طبيب بطري وذهبت إلى المكتب معه وقعدنا أكلنا إلى آخري وأكرمني كل القرم ورحنا أخذنا التأشيرة ورجعنا إلى آخر لأن السفير العراقي كان منتظرنا ساعدت للدور الثالث وكان فيه تصليحات في الدور ودخلت الحمام عشان أتوضى وبعد ما قضيت حاجتي هناك بجدت في الحوض الحمام إزازة فيها بعض السوائل أو بعض الميا فضودت عليها بعض الميا وخطاها عشان عملية تستنجا ولقيتها أنها لازجة شوية لكن ما خدتش بال يعني مهم يعني توضقت ونزلت وصليت وكان عندنا معاد آخر نذهب إليه وأنا في العربة مع جمال بدأت أشعر بسخونة سخونة في المنطقة اللي أنا استعملت فيها هذا السائل أو هذه المياه والسخونة بعد خمس أو عشر دقائق أصبحت شيء من الحرقان والحرقان أصبح ألم والألم أصبح وحوحة وكنت غير قادر على الجلوس في العرب بجانب جمال فجمال سألني قال لي ما لك قلت له والله حصل كذا 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 وكان فيه إزازة واستعملت فيها قال لي دي إزازة اللي احنا نتعلم فيها مية السودة أو اللي هو نحنا من المحليل اللي هي بننضب بها الحمام وأعب بقى وأنا أعب بقى تلوى زي المرأة اللي اللبية اللعوب في العربة جنبه وهو يضحك وأنا تلوى وهو يضحك قال لي هنأخذك للدكتور فغزاوا الله خير قالوا يلا بسرعة وأنا مش عارف أعوز في العربية وطول ما أنا بتقلب يمين وشمال كده وهو إيه قاعد يضحك علي ذهبنا لدكتورته مع الدكتور زميله يعني إيه يعني دكتور حمير دكتور بطري فتذكرت فيلم اسمه أهمن حواء كانت البطلة بتاعته لبن عبد العزيز ورشدة أبازة كل طبيب بطري وكانت هي متمردة فوقعت في البرميل اللي بيحط الدواء بتاع الحمير فيها بتاع الحصنة فأصيبت بحاجة اسمها شحار فأنا جمال جزاء الله خير فكرني بهذا الفيلم وكأنني هاخد الحقنة الحمار من دكتور الحمير لأنني عندي شحار ففضل اليوم ده أنا ما بين الألم وهو يضحك لكن الحمد لله زميله يعني دكتور الحمير الآخر أعطاني كورتزون بدأ على قبل منتصف الليلة كده أو قبلها بشوية يهدأ الألم ويتحول إلى راحة يعني ونتعرفين السحر بتاع الكورتزون فكان ده أول خطوة يعني من الألم من أجل زيارة العراق في هذا العام حلقتي مع حمامات بلجيكا كانت جميلة جداً جداً في زيارة أخرى لمكتب بلجيكا ذهبت هناك وبعد طمام العشاء دخلت الغرفة بتاعتي في القوتيل ففتحت الباب ودخلت فتحت التلفزيون وحبت أقعد بقى إيه يعني أتفرج عليها ومعني أقول لم أخش الحمام قفلت باب الغرفة وقعدت في الحمام لقيت أنا في الحمام إن أنا بتفرج على التلفزيون قلت الله يا سلام ده القوتيل فيه كمان تلفزيون في الحمام وأنا أقعد كده مشو خبالي يا ربي إيه 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 وطبع الحمام صغير جداً حيستعي التلفزيون ده إزاي وجدت إن باب الحمام هو باب الغرفة تقفل باب الحمام يتفتح باب الغرفة تقفل باب الغرفة يتفتح باب الغرفة يعني بمعناها إيه؟ بمعناها لو أنت عايز تخش الحمام لازم تقفل تفتح باب الغرفة عشان تقفل باب الحمام عليك ولو معاك حد في الغرفة بتاعتك هناك وعايز تخش الحمام يبقى هو أي حد في الكردور هتشوف هو قاعد ولو أنت عايز تخش الحمام أو يعني يعني مش ممكن أن أنت تقعد في يعني يعني غرفة زي كده ويكون معاك وحد زميلك يعني مثلا باب الحمام حيكون مفتوح يعني مثلا باب الغرفة حيكون مفتوح وكلا هما مصيبة صودة هنا الدرس لحنا تعلمنا ايه أخونا جمال كان جزاه الله خير كان حريص جدا على المال كلما أمسك الإنفاق وده شيء جيد كلما يقبلك يعني هو استطاع أن يوفر أموال للفقراء والمسكين جزاه الله خير لكن في بعض الأحيان أحداث مثل هذه بتكون صعبة الأمر الثاني بتاعه هو المية السودة أو المية الكاوية دي اللي كانت فوق كان مفروض جمال ما يحطهاش كده ولا دي لو كان تفلم من أطفال خدها وغسل بها وشه إلى خيرها كان ممكن يذهب بصره فلذلك أيها الشباب احذروا وتقود هذه المواد الكيموية في حوض الحمام إذا كان لابد أن توجد مثل هذه الأشياء فتوجد وراء أو خارج الحمام ولا توجد في الحمام على الإطلاق اللقاء لا يساء استخدامها كما أنا تذكرت يعني مقولة عادة الإمام الشهيرة لغليغه فكانت كل لغليغي نار يا حبيب نار كان فيها لغليغ عادة الإمام ونار يا حبيب نار لعبد الحليم حافظ وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا